وللمتابعين دموا لنا من القاهرة الكاتب والباحث والسياسي اليمني فيصل المجيدي سيد فيصل أهلا بك انهيار الحوثي الآن هل سيعيده إلى طاولة المفاوضات من جديد أم فقط سيلعبوا على الوقت من أجل إعادة ترتيب صفوفهم من جديد أحييكم المشاهدين الكرام بالفعل الخيار الثاني هو الذي يتميز به دائما الحوثي وميليشياته دائما يرجعون إلى المراوغة أعتقد أن أي تسوية لا تكون عنوانها الرئيسي تسليم كامل وغير مشروط ولا توجد به أي تفاصيل شيطانية للحكومة الشرعية دون أي تواجد للحوثيين أو ميليشياتهم أو أي كشوفات الآن يحاولون أن يقدموها للمبعوث الأممي للقول بأنه سيتم تسليم المدينة لأهاليها وهم أتباع لهم لا ينبغي أن تكون لها دور أعتقد أن كسر ميليشياء الحوثي فقط والتي بدت الآن في الآفاق هي التي ستعيدهم إلى طاولة المشاورات ومع ذلك اليمنيون لن يثقوا بهم مطلقا لأن دائما ما تلجأ ميليشياء الحوثي للمراوغات ومن ثم أي تسوية تكون مشوبة بوضع الغام معناها ابتداء الحرب من جديد لا يملك الحوثيون الآن ضغوطات تمكنهم من فرض أي تسوية كما يريدون وبالتالي ليس أمامهم من حل سوى تسليم مدينة الحديدة كاملة وغير منقوصة والانسحاب بشكل جذري من المدينة هل تعتقد سيد فيصل أن هذا اللقاء الذي سيجمعهم مع المبعوث الأممي غريفيت ربما سيسفروا عن ذلك فعلا وسيسلمون من الحديدة فعليا الأمم المتحدة والمدينة أيضا دعني أعطيك معلومة في 31 مايو الماضي قدم المبعوث الأممي مقترحا من أربع نقاط مبتده تسليم المدينة لمراقبين وثم الانسحاب الميليشيوي الكامل من المدينة وأن تستلم المدينة والميناء قوات من الداخلية اليمنية وأن تكون إرادات الميناء تصل إلى البنك المركزي فرع الحديدة التي تشرف عليها الحكومة الشعية الآن فشل المبعوث الأممي في إقناع ميليشياء الحوثي بذلك اليوم أعطيت له 48 ساعة فقط لمحاولة إقناع ميليشياء الحوثي لكن الحكومة اليمنية الآن لا يمكن أن تقبل بتسوية قد تجاوزها الزمن ربما الآن كما قلت لك التسوية إن تمت فهي الانسحاب الكامل لأن الأوضاع الميديانية تجاوزت أي مقترحات قديمة للمبعوث الأممي وبالتالي لا يمكن القبول بأي تواجد لميليشياء الحوثي ولو عبر وكلائها ولو عبر عناصرها ولو قالت بأنهم من أبناء المدينة نفسهم إذن هل تتوقع سيد فيصل ربما أن تتهي هذه المعارك في وقت قريب وربما إعادة السيطرة للقوات الشرعية على مدينة الحديدة وأيضا هل التحدي الآن من أجل إتمام هذه المهمة هو فقط الألغام المتوجدة بتخوم المطار وفي المدينة أيضا؟ بضبط التحدي الأكبر أمام قوات الشرعية أمرين اثنين أولا إزالة هذه الألغام بحيث أنها لا تلحق بالأفراد ولا بالمواطنين ولا الضحايا المدنيين الأمر الآخر هي الخطة التي وضعتها قيادة التحالف تحديدا السعودية والإمارة العربية وهي بالحرب النظيفة التي تجنب المدنيين الضحايا الحوثيون الآن يرجعون إلى قصف المناطق للأسف الشديد التي يتواجد فيها المدنيون لا وضع المعداتهم في الأماكن في الأحياء المدنية في أسطح المنازل في القيام ربما بتهديد لصهاري البترول والبنزين المتواجدة حول الميناء وحول المطار لإحداث أكبر قدر من الضحايا لكن الآن كما تلاحظين هناك تقدم مدروس وخطط مبنية على معلومات استخباراتية تم جمعها تقريبا خلال ما يقالب ثلاثة أشهر من العملية الاستخباراتية وبالتالي عمليا المطار ساقط الآن على الأقل عسكر ناريا وكذلك المدينة الآن قابق وسينيا وأدنى من قطع الإمدادات وبالتالي خلق مجموعات معزولة تماما من الميليشياء فليس أمامهم سوى الاستسلام لكن لا توجد قيادة رشيدة هم يحاولون التضحية بالمدنيين ومن ثم تعتبر مسألة وقت فقط لعودة الفديدة إلى الشرية من القاهرة أشكركم جزيلا شكر الكاتب البحث السياسي اليمنى سيد فيصل المجيدي اشتركوا في القناة